شوط الاول الرئيسي للثناء الكار وينطلق شوط القعدان الرئيسي الثناء الشوط المفتوح وارحب بي اخي وزميلي محمد بن عايض الصوات شكرا محمد بن بريك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبه نستعين سعد الله صباحكم مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان نرحب بكم اجمل واطيب ترحيب في انطلاقات ومنافسات سن الكبار ضمن هذا السباق المحلي الثالث واسبوعه الثاني الخاص بمنافسات سن الكبار نتابعنا الشوط الاول الرئيسي ونتابع في هذه اللحظات انطلاقة ثاني الاشواط الشوط رئيسي خاص بالقعدان شوط يحمل لنا نخبة من الثنايا القعدان المشاركة والمتواجدة هنا على ارضية ميدان الشحانية 23 اسم متواجد معنا في هذا الشوط كما تشاهدون وتتابعون عبر هذا النقل الحي والمباشر لقناة ريان نبدأ مع البداية ونتابع اول المراكز وتابع طايش حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقح هنا على اول المراكز بينما من الجانب الاخر وتابع الوصول ام شرف لناصر بن عبدالله بن راشد بن سعيد بن نورة القادم مع ثاني المراكز وثالث الاسماء هناك يصل عز حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد بن مسعود هنا القادم مع ثالث المراكز بينما رابع الاسماء التواجد من شعار السناري القادم مع الباز مسفر بن علي بن عبد بن راشد السناري وهناك ايضا وصول من الريان جابر بن حمد بن جابر بن حمد بن حمران هذه الاسماء مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان مراكزنا المتقدمة في منافسات الثنايا ومسافتنا هي 6 كيلو مترات تشارك هذه الثنايا في بداية هذا الموسم استعدادا لأيضا المهرجانات الى المنافسات هنا على أرضية ميدان الشحانية أعود مع البداية وأتابع وأتابع الصدارة مشرف مشرف بشعار بن نورة هناك القادم والمغير على الصدارة ناصر بن عبدالله بن راشد بن سعيد بن نورة الحاضر والمتواجد على البداية والصدارة ولكن بن حمران القادم في هذه اللحظات يقدم لنا الريان جابر بن حمد بن جابر بن حمران يتواجد يتقدم في هذه اللحظات يقدم الريان مع ثاني المراكز ولكن شوف الأسماء شوف القادم في هذه اللحظات وصل شجاع مبارك بن حمد بن ترحيم بن نايفة يصل ويتقدم مع هذا النداء في أول نداء لشعار بن نايفة الحاضر في هذا الشوط الأول الرئيسي بينما وتابع التواجد من طايش شعار اللنقح القادم مع طايش حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقح وهناك الأسماء الحاضرة والمتقدمة في هذا الشوط وتابع التحديات وتابع الأسماء القادمة هناك أيضا فالود علي بن محمد بن علي المشروم القادم من الجانب الأخر بدأ بالانضمام هنا نحو البداية نحو الصدارة مع هذا الشوط الشوط الرئيسي نتابع نتابع الشعارات الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط بن نايفة بن نايفة يغير هنا مع شجاع الله شجاع هنا على الصدارة ينطلق مشاهدين الكرام بشعار مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري هنا مع البداية والصدارة في هذا الشوط بينما اتابع الريان وشعارك يا بن حمران القادم والمتواجد مع ثاني المراكز جابر بن حمد بن جابر بن حمران وتواجد من طايش بدأ بالتقدم في هذه اللحظات يغير الى ثاني المراكز بشعار حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقح ولكن بن مشروم الله القادم من الجانب الاخر يقدم فالود فالود يا بن مشروم من غير على الصدارة علي بن محمد بن علي المشروم المري هنا يغير وينطلق في اول المراكز بينما اتابع امشرف هناك من الجانب الاخر بشعار بن نور القادم مع ثالث المراكز ناصر بن عبدالله بن راشد بن سعيد بن نور وشعار بن نايف هنا مع شجاع امبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجر يا الله ثلاثية البداية ولكن هناك طايش يتابع الموقف باللنقح يتابع هذه الصدارة ويقدم طايش حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقح ولكن هناك من الجانب الاخر اتابع الاسماء اتابع القادم الله التحديات القادمة مدرك يصل هادي بن راشد بن مسعود بن حباب المظهري يتقدم في هذه اللحظات الله الاسماء الله الشعارات الحاضرة في هذا الشوط الاول اقوى شواط القعدان الشوط الاول الرئيسي الله يا بن مشروم الله يا بن مشروم فالود فالود هنا على الصدارة على مقدمة الشوط علي بن محمد بن علي المشروم المري مع البداية والصدارة مع الانطلاق الاول ولكن شجاع شجاع بن نايف الحاضر مع هذه الانطلاق المتواجد مع ثاني المراكز مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف ولكن من الجانب الاخر وتابع امشرف امشرف يصل بشعار ناصر بن عبدالله بن راشد بن سعيد بن نورة ولكن شوف القادم عز عز يصل بن مسعود قادم حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد بن مسعود ولكن شوف القادم حذاري حذاري من الحذر مرحبا يا برشدان وصل شعار برشدان يقدم لنا الحذر سعيد بن عبد بسعيد برشدان الله غير برشدان خطف الصدار انطلق مع الحذر وحذاري من الحذر هنا مع هذا الشوط برشدان يقدم لنا شعار يقدم لنا الحذر على اول المراكز شجاع بن نايف هنا في المحاولات القادم مع ثاني المراكز الله شجاع المبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف يتقدم مع ثاني المراكز هناك كم شرف ناصر بن عبدالله بن راشد بن سعيد بن نور مع ثالث المراكز الله الثلاثية الله الانطلاق والتحدي في هذا الشوط ولكن برشدان مع الحذر مع الحذر بدأنا بالاقتراب والكل قادم في هذه اللحظات وتابع وتابع برشدان برشدان وشعاره المميز يقدم لنا دائما كل جديد يقدم لنا الحذر في هذا الشوط بيعلن المغادرة مع الكيلومتر الاخير هنا شعار بن رشدان على الصدار سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان ولكن عاد بن نايف قادم بن نايف قادم شجاع مع ثاني المراكز مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف يتقدم يشكل الخطر يا بن رشدان ركز وتابع ركز وتابع الله الله اشتدت المنافسة الحذر الحذر بن رشدان بن نايف مع شجاع القادم مع ثاني المراكز ثنائية البداية ثنائية مشاهدين الكرام ما بين الحذر 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 وشجاع ولكن بن رشدان يسجل يسجل هذا الشوط باسم الحذر الى هذه اللحظات هنا بشعار بن رشدان سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان يقدم الحذر في اقوى الاشواط في الشوط الاول الرئيسي هنا مع شعار بن رشدان تهانينا والناموس نزفها من هذه اللحظات لمالك الحذر سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان وانت السعيد يا سعيد مع هذا الشوط الاول الرئيسي ولحظات وصول الحذر الى خط النهاية تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد بن رشدان على هذا الفوز والانتصار وصل في ثاني المراكز شجاع لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري وثالث المراكز كان الوصول من مشرف لناصر بن عبدالله بن راشد بن سعيد بن نورة رابع المراكز وصل لمشاهدين الكرام ماجوب زيد بن محسن بن علي بطيثاب بن ديلة وخامس المراكز خامس المراكز وصل بن عبيد بن راشد السنالي ومشكور يا بن خزينة مشكور على موافاتنا ايضا بهذه المعلومات نعود مشاهدين الكرام الى التوقيت الزمني ولحظة وصول الحذر خاطف الشوط الاول الرئيسي لسن الثناء يا مهدي بن راشدان هذا النموس وهذا الانتصار وهذا الحضور الممتاز في بداية هذا البوسم مشاهدين الكرام هنا الحذر ولحظة وصول الى خط النهاية تسع دقائق تسع واربعين ثانية اربعة عشر جزء من الثانية تهانين والنموس لسعيد بن عبيد بسعيد برشدان ثاني المراكز وصل الشجاع بتسع دقائق خمسين ثانية اربعة وعشرين جزء من الثانية التهنية لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة بينما وصل في ثالث المراكز مشرف تسع دقائق واحد وخمسين ثانية اثنين واربعين جزء من الثانية التانية لناصر بن عبدالله بن راشد بن سعيد بن نورة